السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة المساواة بين الرفيع والوضيع او المساواة ما بين الشريف وعامة الناس في الحديث النبوي الشريف ورد في صحيحي البخاري ومسلم ان امرأة سرقت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ففزع قومها الى اسامة فقال اسامة يا رسول الله اتشفع في حد من حدود الله فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا في الناس فقال ايها الناس انما اهلك من كان قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقام عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها هذا الحديث الصحيح الذي رواه الامام البخاري ومسلم يحكي عن قضية لها ارتباط قوي بواقعنا المعاصر المعيش وهي ضرورة المساواة في تطبيق القانون ما بين الكبراء وعامة الشعب ما بين الرفيع والوضيع الامام البخاري رضي الله عنه الذي اخرج هذا الحديث ترجم له بمقولة فقال باب المساواة ما بين الشريف والوضيع ثم قال في باب اخر باب كراهية الشفاعة في الحدود اسباب مرود هذا الحديث انه في عام الفتح يعني لما انتشر الاسلام وعام الفتح هو اخر عام عاشه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك انتقل الى الرفيق الاعلى فقد صار الاسلام عزيزا وصارت الشرائع واضحة بينة ونزلت كل الاحكام الشرعية من عبادات ومن وعملات ومن حدود وعقوبات وغيرها فحري بالمسلمين ان يكونوا امة صالحة مصلحة فقد وقع ان امرأة سرقت امرأة سرقت وهي شريفة وهي غنية وهي ذات منصب يقال اسمها فاطمة بنت اسد المخزومية بنت عائلة كبيرة جدا ويقال بانها كانت تستعير المتاع ولا ترده الى ان صارت تستعير الذهب والفضة ولا تردها بعض الناس لم يشتكوا وصبروا لكن البعض الاخر رفع الدعوة الى الامام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العهد كان عنده تصرفات كثيرة كان تصرفات بالرسالة وبالنبوة وبالامامة وبالقضاء وبكونه قائد جيش فلم يكن انداك هناك مؤسسات للدولة ليس هناك مثلا مؤسسة الامامة فقط ثم مؤسسة القضاء مستقلة ثم قيدة الجيش ثم النبي الكريم في هذا العهد كان يجمع كل هذه السلطات لان الدولة لم تبدأ في وضع مؤسستها الا في اهد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حينما وضع الدووين فقد جاءت شكاية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره قاضيا ولما تسلم النبي الشكاية هؤلاء المظلومين قد سرقت اموالهم ونهبت حقوقهم ومرات متعددات وانهم صبروا في الاولى والتانية والتالتة لكنهم ضجروا فرفعوا الشكاية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي نعم سيدنا النبي لطالما جاءت شكايات وكان ينظر فيها مثلا جاءت شكاية بان انسان كان يزني مع انسانا صحابي لكنهم في الخلاء بعيد في الخلاء في جوف الليل قالوا رأينا فلان يزني بفلانة في الخلاء في ظلام الليل فماذا كان جاوب النبي الكريم قال لو سترته بإيزارك لكان خيرا لك لو سترته بإيزارك لكان خيرا لك مدم انه لا ينشر الفحش بين الناس بينه وبين خالقه حرية فرضية ربنا عز وجل لا انشأ حسبه وانشأ غفر له مرة أخرى جاء غني يقبض على فقير قال يا رسول الله لقد ضبطت هذا يتسلق حائطي ويسرق من حقلي فالنبي لما نظر إلى الفقير بأنه فعلا محتاج قال يا هذا أيها الغني ما أطعمته إذ كان جائعا وما علمته إذ كان جاهلا فكان حري بهذا الغني أنه يعطي للفقير لو أعطاه ما سرق فإذا كانت الجريمة هي لفقير فيها نظر لكن أن تكون الجريمة لغني إنسان ميسور إنسان عنده مركز وعنده مكان في المجتمع وعنده المال الكافي ومع ذلك يطمع في أموال الناس ويسرق المال العام ويفعل ما يشاء فما حكمه هذا حكمه ما وقع لهذه المرأة المخزومية من قريش لما بلغت الشكاية وهي إمرأة ميسورة وعندها أموال طائلة وما عندك تسرق أموال الناس قالوا سوف يطبق عليها الحد فنشفع لها من يشفع لها؟ قالوا لا أحد يستطيع أن يشفع في الحد إلا المقربين إلى رسول الله فكان أسامة بن زيد أسامة بن زيد شاب كان سيدنا النبي رباه بحل ولده هو صغير وكان عزيز عليه يسمى حب رسول الله يحب حب الجمن فهؤلاء الناس ذهبوا عند أسامة وقالوا يا أسامة ألا تشفع لنا في حد من حدود الله عند رسول الله إنه يسمع منك اذهب واستعطفه فوقف أسامة على باب النبي الكريم وقال يا رسول الله بدأ يربط على كتفه ويقبله ويتلطف يا رسول الله هل تسمع مني؟ ألا تشفع في حد من حدود الله في المرأة المخزومية فاطمة بنت أسد التي سرقت المال العام النبي الكريم غضب حتى اهتز مقدم شعره وقال لأسامة أتريدني أن أشفع في حد من حدود الله فعلم أن أسامة أن القضية جد فطاطع أسامة رأسه وقال استغفر لي يا رسول الله استغفر لي فلما كان العشي والناس اجتمعوا في المسجد قام صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم خطبة عصماء لكي يقرر مبدأ المساواة ما بين الناس في القانون أنه ليس هناك فرق بين الغني وبين الفقير ليس هناك فرق بين الرفيع وبين الوضيع ليس هناك فرق بين الشريف وبين عامة الناس فينبغي أن يكون الناس سواسية أمام القانون وحضرهم فقال أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم الأمم السابقة لماذا أهلكت؟ أهلكت لأنهم كانت إذا سرق فيهم القوي تركوه إذا كان إنسان عنده مركز عنده سلطة عنده مقام قريب من السلطة العليا فإنه يترك أما إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد في رواية أخرى للإمام النسائي عن أبي سفيان رضي الله عنه قال إنما أهلك بنوا إسرائيل ذكر بأن الذين سبق لموا الهلاك هم بنوا إسرائيل كانت عندهم هذه الصفة أنهم إذا سرق فيهم رجل من أهل الفضل والمقام الكبير فإنهم يتغضون عنه أما إذا كان واحد من عامة الناس يقيمون عليه العقوبات فحضرهم النبي الكريم قال إن الأمم السابقة أمم كثيرة ربنا عز وجل أهلكهم وسلط عليهم الغلاء وسلط عليهم البلاء وسلط عليهم الجفاف بسبب أنهم كان عندهم فساد القضاء كان عندهم عدم المساواة ما بين الناس في تطبيق القانون إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم القوي تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ثم أعطى مثال صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها أعطى مثلا واضحا بفلدة كبده بالسيدة فاطمة وحاش لها أن تسرق وحاش لها أن تقع في حد من حدود الله ولكن أراد النبي الكريم أن يبين القمة أن حتى ابن المسؤول الكبير لو وقع في حد من حدود الله لو وقعت عليه العقوبة هذا مبدأ مقاصدي أقره الإسلام في نفوس أتبعه وكان حريا أننا نتبعه جميعا أنه لا بد من المساواة ما بين الجميع ليس هناك فرق هناك عدالة اجتماعية الأمة تنهض ويعظم شأنها كلما كانت تقيم المساواة بين الناس ومن تم صار الصحابة رضي الله عنهم عندهم هذا المبدأ أصيل فنقلنا التاريخ الإسلامي صفحات مشرقة عن هذه المساواة فمثلا في عهد الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقد انتشر الإسلام وكان هناك رجل من هو الملك للغساسنة يسمى جبلة ابن الأيهم كان هو ملك الغساسنة وكان له أمر عظيم في الجاهلية وكان أمره مطاع ملك سلطان فأسلم وأسلم قومه وطبعا حينما كانوا يسلموا الناس إذا جاء وقت الحج كان الناس يحجون فحج هذا الرجل في وفد كبير من الناس بمئات وصاروا يطفون حول الكعبة المشرفة وبينما يطفون وازدحام واكتضاد إذا بأعرابي من من في زارة قبيلة غير معروفة هناك القبائل المتفهمة واناك قبيلة أسد عظيمة قريش عظيمة هدير عظيمة وقبائل أخرى ما عندها قيمة كان هناك التمييز ما بين القبائل كما بعضهم يحللهم أن يقول هناك المغرب النافع والمغرب الغير النافع وغير ذلك وهذا أمور أراد الإسلام أن يطمسها أراد أن يقرر بأن هناك المساواة بين كل البشر وكل المناطق الذي وقع هو أن في ضل هذا الازدحام حول الكعبة المشرفة إذا بهذا الرجل جبل بن الأيهم الذي كان سابقا ملكا عظيما عند الغساسينة كان هناك الغساسين والمناثرة كانوا أكبر أكبر الممالك قبل الإسلام فلما وقع الازدحام إذا بهذا الرجل الأعرابي من بني في زاره يطع بقدمه على إزار هذا الرجل الذي كان سابقا ملكا جبيلا وطع عليه بقدمه فسقط له إزاره فنظر إليه قومه فغضب هذا الملك فإذا به يضرب هذا الرجل دربة في أنفه سال منها الدم وركله الأعرابي رجل بسيط وقبيلته ضعيفة بني في زاره ماذا يسمع أمام هذا الرجل الذي كان ملكا للغساسينة وهو عظيم قومه وقد جاء إلى الحج مع وفد كبير وعنده حرس وعنده حشم وعنده خدم ماذا كان يفعل سكت وصبر لكن الخبر شاع وانتشر حتى وصل إلى الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقدم له بعض الناس شكاية فجاءت الشكاية لسيدنا عمر ابن الخطاب ماذا يصنع الآن هذا حرج كبير الخليفة عمر بينه خصمين اثنين الأول شريف والتاني والضيع ماذا نصنع في هذه الحالة سيدنا عمر استدعاه حتى متل عنده في مجلس القضاء وقال له يا فلان لماذا دربت هذا الأعرابي قال والله لو لا حرمة البيت ولو لا كرامة المكان لقتلعت رأسه من جسده الضربة دربت في أنفه فسل من الدم لا تكفيني فقال سيدنا عمر ابن الخطاب إذن أنت تعترف بأنك فعلا قد دربته قال أي نعم ولو أمكنني لقتلعت رأسه من جسده فقال سيدنا عمر الجريمة ثابتة في حقك ولا بد من القصص قال يا أمير المؤمنين أتسوي بيني وبين هذا الوضيع وأنا الرفيع الشريف في قومي فقال سيدنا عمر ابن الخطاب أوما علمت بأن الإسلام سوى بين الناس كأسنان المشت لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود ولا غني ولا فقير ولا رفيع ولا وضيع ولا شريف ولا سوقي ولا عمي الكل سواسي عند الله تعالى فقال لا أقبل لا أقبل هذا الأمر فقال سيدنا عمر لك خياران إما أن ترضيه وإما أن نقتص منك سيدنا عمر مع المستشارين الذين كانوا بجانبه قالوا يا أمير المؤمنين هذا الرجل لعله حديث عهد بالإسلام لا يعلم أحكام الدين وهذا الرجل لعله لازد فيه الأنفة التي كان في الجاهلية أمهله قليلا فقال له لك ثلاث أيام اذهب ثلاث أيام ثم عد إلينا إما أن تستسمح الرجل وتستلطفه فيسامحك فانتهى الأمر وإما أن يقتص منك بعد ثلاث أيام هذا الرجل لم يستسع نفسه أنه يطلب السماح من هذا السوقي كأنه يسميه السوقي أعرابي ولن يقبل بأن يقتص منه فمدى صنع خرج ليلا متسللا وهجر إلى الروم والروم كانت دولة نصرانية فهنالك تنصر وترك الإسلام لكن سيدنا عمر لم يأسف عليه فقال هذا مبدأ أصيل في الدين لا بد من المساواة بين الوضيع والرفيع كثيرة هي هذه المواقف الشهمة التي سطرها التاريخ الإسلامي في عهود مشرقة بل لم تكن فقط قضايا مرتبطة بأفراد نزاع أفراد بل نزاع جماعات بل ودول في عهد الفتوحات الإسلامية كان مفروض أن الفتح الإسلامي لا بد أن يأتي المسلمون ويدخلون إلى البلد الغير المسلم ويعقدون معهم جلسات وحوارات ويعرضون عليهم الدين ويفقهونهم في الدين فإن قبلوا فداك فإن لم يقبلوا فكانت الجزية لكن الذي وقع في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه جاءت جماعة من المسلمين فدخلوا على مدينة سمرقند وكانوا بزعامة القائد أنداك قتيبة رضي الله عنه يسمى قائد الجيش الإسلامي دخلوا إلى سمرقند ولم يقوموا بهذه الإجراءات في الفتوحات لابد من الدخول والسلام على القوم وأن يعرضوا عليهم الدين الجديد وأن يكون هناك حوار وأن يكون هناك استلطاف وأن يكون هناك أخذ ورد في الكلام لكن المسلمين لما وجدوا بأن منطقة أو دولة سمرقند أنها مشركة دخلوا إليها وحكموها فجاء جماعة من أبناء هذه الدولة سمرقند جاءوا إلى مقر الخلافة عند عمر بن عبد العزيز وقدموا شكاية هذا مثل القانون الدولي الذي يقع الآن في الأمم المتحدة دولة تغيير على دولة سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه استقبل هؤلاء الناس واستمع إلى مضمون شكايتهم ثم أمر بنصب محكمة عادلة ليس في أرض الخلافة بل في دولة سمرقند فعلا باعت قضاة وجلسوا وجاء القائد الجسر الإسلامي قتيبة وجاء أبناء تلك المنطقة دولة سمرقند وتحاوروا فيما بينهم فسمع القضاء أقوى الطرفين ثم حكم بما حكم بأن يخرج الجيش الإسلامي من سمرقند لا حق لهم أن يدخلوها فخرج الجيش الإسلامي ذليلا من سمرقند بفعل القضاء الإسلامي الذي يسوي بين الجميع فدهل أهل سمرقند وقالوا هذا الدين عظيم إنه يحترم حقوق الإنسان إنه يحترم المساواة إنه له مقام رفيع فأعجبوا به فقالوا يا عمر يا عبد العزيز لقد قابلن بهذا الدين فأسلموا وحسن إسلامهم والآن من يزور دولة سمرقند يجد فيها من قوة الإيمان وقوة اليقين الشيء الكثير لطالما التقينا بوفود كثيرة في الحج حينما ندم إلى الحج نزور الخيام والمعسكرات والمخيمات في الدول الإسلامية برمتها إذا وصلت إلى مخيم سمرقند تجد فيه أناس كثيري العبادة كثيري الطاعات ومتدللين منكسرين وهم أقوية عينهم أجسام مفتولة العضلات لكنهم متدللين وكان سبب دخولهم للإسلام أنهم أعجبهم أنه يسوي بين الضعيف والقوي بين الرفيع والوضيع بين الجميع هكذا كان الإسلام يسوي بين الجميع لكن هناك من يعترض ويقول حديث آخر روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخرجه الإمام النسائي والبيهقي مدى فيه قال فيه صلى الله عليه وسلم أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود ما معنى هذا الحديث وهل يتعارض مع الحديث الأول ذوي الهيئات يعني الناس الكبرى الناس لعندهم واحد القيمة ناس عندهم واحد درجة رفيعة في المجتمع إنسان مسؤول عنده مقام شريف في عائلة كبيرة فوقع في زلة هذا يسمي ذوي الهيئات النبي الكريم يقول أقيلوهم عثراتهم إلا في الحدود ما معنىها معنى أن الإنسان قد يكون ودعائلة كبيرة أو يكون له مقام رفيع في الدولة أو في المجتمع لكنه قد تزل قدمه وقد يؤثر عليه إبليس فيقع في خطيئة أو يقع في زلة ماذا نفعل له النبي الكريم قال أقيلوهم عثراتهم يعني خلهم عليكم إلا في الحدود ما معنى الحدود هي الأمور الكبيرة إما الدماء أو الأموال أو الفروج الحدود تكون في الدماء والأموال والفروج الذي يسرق أموال الناس يسرق المال العام أو الدماء أنه يقتل بريئا بغير حق وفي الفروج أنه يغتصب أو أنه يزني على الملأ أو أوك فهذه تسمى حدود فما دون ذلك فأقيلو معنى حدودهم إذا عرف الإنسان بالصلاح وكان مشهور إما له مقام سياسي أو مقام شريف عند عائلة كبيرة أو مقام اجتماعي أو مقام علمي أو مقام فني ومعروف بالصلاح ومعروف بالخيار لكنه زلت قدمه يوما ما فتم طبطه وقد فعل خطيئة ماذا نفعل به وصية النبي الكريم قال أقيلوا ذوي الهيئات عطارتهم لكن إذا كان الأمر في الحدود لا الحدود تطبق على الجميع أي نعم قد يكون يقول قائل وإذا كان القضاء في بلد ما أو في زمن ما ضعيف كم من الناس يسرقون أموال الناس أو يسرقون المال العام أو يتم الاعتداء عليهم ولكن القضاء يكون أضعف من دوي الهيئات والقضاء ضعيف ولا يستطيع أن يحكم ماذا نفعل في هذا الحال الحال كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يذكر بأن محكمة الدنيا هي محكمة بسيطة ومحكمة متواضعة لكن يذكر بأن هناك محكمة أخرى في الدار الآخرة لطالما كان يحدث صحابته الكرام بأن يخشوا ربهم وأن يردوا الحقوق إلى أصحابها قد يكون الإنسان من دوي الهيئات فيشفع له أو يقال في عثرته أو عنده من يحميه أو يشفع له فيمر والقضاء يغمض عينيه وكأن شيئا لم يقع النبي الكريم يقول هناك قضاء يكون في الدار الآخرة في الدار الآخرة تنصب محاكم أول محكمة تنصب هي محكمة في الدماء كل من قتل نفسا بغير حق الله تعالى يناديه ويأتي القتيل ويقول يا ربي والقتل يمسك بقاتله يقول يا ربي إن هذا قد قتلني اسأله لما وقد صار حييني كلاهما حياني أمام الله تعالى والقتيل صار قويا وهو الذي يمسك بقاتله يا رب اسأله لما قتلني أول محكمة محكمة الدماء تاني محكمة محكمة الأموال كل من صرق مال الناس كل من نهب مال الناس كل من استعمل أساليب مغلوطة في نهب حقوق الناس فالله تعالى يخبر بأنه يوم القيامة يأتي ويحمل كل هذه التروات وهذه الممتلكات يحمل فقط ظهره ويبحث أين أنتم يا أصحاب الأموال ولا يكد يجدهم في ضل الإزدحام يا أصحاب الأموال خذوا أموالكم عني خذوها ولكن هيهات هيهات أن يجد أحدهم والمحكمة الثالثة هي محكمة الفروج يعني الاغتصاب أو إنسان يضحك على فتاة يوعد بالزواج ثم تحبل منه وتلد ويفر أو غير هذا فكل تسمى الفروج فيها محكمة خطيرة جدا أن الله تعالى يحضر كل من ظلم واعتدى ولم يتسمح في الدنيا فإنه يحاسب في هذا المقام فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يربي أمته على أنهم يكونون أمام القضاء يكونون فيهم مساواة وفي عدالة اجتماعية وكان يطلب للقضاء أن يكون مستقل وأن يكون قوي لكن إذا أصاب القضاء فساد أو ضعف أو هنات فإن الإنسان لا بد أن تذكر بأن هناك محكمة عليا عند مالك الملك سبحانه وتعالى ومرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سوف يسأل أهل الحبشة الصحابة الذين هاجروا أول مرة للحبشة أو الهجرة قبل المدينة المنورة كاتل الحبشة فلما عاد أهل الحبشة وقد استقروا فيها سنوات قال لهم حدثوني ماذا رأيتم من عجائب في بلاد الحبشة فقال أحد الصحابة يا رسول الله رأينا امرأة عجوز تحمل فوق رأسها جرة من الماء وقد تعبت لكي تسقي فإذا بشاب يأتي ويضع شيئا عند قدميها وتعتر وتتكسر الجر بالماء والمرأة تتطخ بالوحل فلما قامت قالت له وهرب الشاب هرب وصار الأصحاب يضحكون ويسهرون فالمرأة قالت لهم غدا يوم القيامة حينما يظهر الكرسي ويظهر الكتاب وحينما يسد الله الأصوات والأيدي وتنطق الجوارح سوف أحاسبكم عند الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه المرأة حكيمة من أرض الحبشة إنها تعلم بأن يوم القيامة هناك حساب وهناك صراط وهناك قصاص لكل من يعتدى وتجبر فالمقصود أيها الأحبة من حديث هذا اليوم وهو المساواة ما بين الشريف والوضيع في تطبيق القانون وخصوصا في تطبيق الحدود وكان الإمام شيخ الإسلامي أحمد ابن تيمية كان يقول إن الله تعالى لا يرفع الدولة الكافرة إذا كانت تحترم قانون وحقوق الإنسان يرفعها مقاما عالية ويرزقها من حيث لا تحتسب وإن الله تعالى لا يضع الدولة المؤمنة إذا كانت تخترق حقوق الناس وتظلمهم فهذا ميزان وضعه الله سبحانه وتعالى لقيام الأمم ولنصرتها ولقوتها دولة كافرة لا تؤمن بالله لكن عندها قيم أخلاقية وتحترم حقوق الإنسان وتمنع الظلم وتجعل القانون فوق كل شيء هذه دولة ربنا يعزها فيعطيها الخير في الدنيا يعطيها رزقا وفيرا والعكس قد تكون الدولة مسلمة ترفع رواء الإسلام في حجاب في قرآن لكن هناك تمييز وهناك ظلم وهناك اعتداء قال بأن الله ليسلب منها خيراتها ويمنع عنها أقوتها بسبب ظلمها للناس ما هو المخرج المخرج هو أن الإنسان أنه يستحضر بأن هناك إله هناك مراقبة وأنه يسرع لإعطاء الحقوق لأصحابها كل واحد منا ظلم آخر وكل واحد منا سرق مل الآخرين عليه أن يسرع من تلقاء نفسه يبادر لإعادة الحقوق إلى أصحابها ويتخلص منها الآن كان سيدنا عمى بن الخطب يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فكل واحد منا ينبغي عليه أن يسرع بأن يرد الحقوق إلى أصحابها فإن تعذر عليه هذا الأمر فليكثر من الاستغفار وليكتر من الندم بين يدي الله تعالى فإن الله تعالى كل من استغفره وأناب كفيل بأن يغفر له وأن يؤدي عنه إذا استعصى عليه الأمر فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا جميعا اللهم إننا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إننا نادمين على كل فعل أو قول أو تصرف قمنا به وهو لا يرضيك نستغفرك يا مولانا ونتوب إليك اللهم رد بنا جميعا ردا جميلا اللهم أمين يا رب العالمين فالحمد لله الحمد لله الذي من علينا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الكتاب الأبقى والقلب الأتقى والثوب الأنقى الحمد لله الذي من علينا بنبينا محمد خير من هلل ولبى وأفضل من طاف وسعى وأعظم من سبح ربه الأعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي سلم عليه الحجر وحن إليه الشجر وانشق له القمر يا رب صل على سيدنا محمد سيد المرسلين سيد العابدين سيد الحامدين سيد المتقين سيد الساشدين الراكعين سيد الشاكرين سيد الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في هذه الساعة المباركة وصلاتكم أيها الأحباب تبلغ إليه وهو حي يرزق في عالم البرزخ خصوصا يوم الجمعة الله تعالى يتقبل صلاة وسلام العباد وتبلغ إلى النبي الكريم بأسمائنا وأسماء أمهاتنا وأبائنا فارفعوا يديكم جميعا وانقلوا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تزيل بها عنا الهموم وتزيل بعنا الغموم وترفع بها عنا الأحزان والمخاوف والأوهام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفين بها من جميع الأمراض والأسقام والآلام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحرسنا بها في اليقظة والمنام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر لنا بها جميع الدنوب والآثام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسترنا بها بسترك الذي من استتر به لا يضام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفين بها من أمراضنا وأسقامنا وتحفظنا بها من خلفنا ومن آمامنا وتغفر لنا بها دنوبنا وآثامنا اللهم يا ربي يا كريم صل وسلم على سيدنا محمد واشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرش بها همومنا وكشف بها غمومنا واغفر بها دنوبنا واقضي بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغنا بها آمالنا وتقبل بها توبتنا وآنس بها وحشتنا وطهر بها ألسنتنا وارحم بها غربتنا وارحم بها يا كريم جميع أمواتنا اللهم أباءنا وأمهاتنا وأعمامنا وعماتنا وخالاتنا وخالاتنا وأجدادنا وجدتنا وجيرالنا وأحبابنا وكل من له الحق علينا اللهم ببركة الصلاة والسلام على مولانا رسول الله اجعل قبورهم جميعا في هذه الساعة روضة من رياض الجنة اجعل قبورهم مزارا للملائكة اجعل قبورهم روح وريحا وجنة نعيم اللهم اسقهم شربة ماء من حوض سيدنا نبينا محمد صلوا جميعا على محمد صلوا وسلموا على سيدنا محمد السلام عليكم